اشتركوا في القناة على الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وقد نقلت الى جلالة الملك المفدى ايده الله تحيات كل من اخيه صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجلالته موفور الصحة والعافية وللبحرين المزيد من التقدم والتطور والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة وخلال اللقاء اكد جلالة الملك المفدى على عمق ومتانة العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة وبما يشهده تعاون ثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات وبالأخص في المجالات الشبابية والثقافية مواري بن جلالته عن اعتزازه بالروابط الاخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطورا مستمرا وشكرهما جلالته على هذه المشاركة في هذا الحفل مؤكدا على التعاون الشبابي والثقافي والتنسيق المشترك بين البلدين بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة وقد أعربت كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي ومعالي شمى بنت سهيل المزروعي عن شكرهم الجزيل وتقديرهم البالغ لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته الدائم على تعزيز ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين بظل ما يربطهما من علاقات أخوية متميزة مشيدتين بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالين الثقافية والشبابية